قرر الرئيس الجمهورية تكليف وزير شؤون الاجتماعية سيكمال المدوري برئاسة الحكومة خلفاً للسيد أحمد الحشاني وقبل التعيين بتاع البارح طول المدوري حقيبة شؤون الاجتماعية في شهر ماي الماضي خلفاً لملك الزهي ضمن تحوير جزء إيصار على الحكومة في تونس أجرى سيد الرئيس نهر 25 ماي 2024 كمال المدوري هو من مواليد 25 جانفي 1974 بمدينة تبورسق هو متحصل على شهدة الدكتوراه مرحلة ثالثة في قانون المجموعة الأوروبية والعلاقات المغاربية الأوروبية وأيضاً على شهدة الأستاذية في العلوم القانونية من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس أتنين هو حائز على شهدة ختم الدراسات بالمرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة خريج معهد الدفاع الوطني سنة 2015 ومفاوض دولي تولى عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي نائب رئيس اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية بنفس المجلس إضافة على عضويته في مجالس إدارات عدة مؤسسات وطنية كما المؤسسة العمومية للصحة والهيئة العامة للتأمين ومجالس إدارات الصناديق الاجتماعية زاول التدريس بالمدرسة الوطنية للإدارة والتكوين بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي ومتحصل على وسام الشغل الفضي المذهب لسنة 2018 ومتزوج وقبل ثلاثة أبناء ونتمنولوا كل النجاح والتوفيق